وجاءت تكرس الموت بالحق الحق أنك ستموت الحق أنه ستأتيك ملائكة إما ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب الحق أنك ستعرض للسؤال الحق أنك سترى إما جنة وإما نار فكيف سيكون الحال وكيف سيكون السؤال بل ليت شعري كيف سيكون الجواب وأين سيكون المصير هل ترى مقعدك من الجنة أم ترى مقعدك من النار إن ساكن الدنيا لابد أن يعلم أنه سينتقل من هذه الدار إلى دار أخرى يا ساكن الدنيا إن مسواك القبر غدا فماذا أعددت للقبر إنه اختبار بالتوحيج من ربك لن يستطيع أن يقول ربي الله إلا من أطاع الله وتعرض على الله لم يخجع إلا الله لم يستعن إلا بالله لم يعطي إلا بالله ولم يمنع إلا لله ويغضب من أجل الله حياته كلها لله فيسبشه الله لم يشرك بالله لا تعره لا تعوده لا كهنة لا عرافين لم يصم إلا بالله وما قدم النذور إلا لله وما ذبح إلا لله ولم يستغس إلا بالله سينجح في اختبار التوحيج ثم اختبار للصدق وما دينك قال ديني الإسلام الإسلام المبني على خمسة أركان على تهادة التوحيج على إقامة الصلوات فأين المسلون صلاة الحجر سعن وتستكي وباقي الصلوات فأين وتبكي والمسلمون يمرون على المساجد كأن الأمر لا يعنيهم فتسعى اليامسكين إذا وشد العبد في قبره جاءته الأعمال الصالحة جاءته صلاته جاءه قرآنه جاءه ذكته وتسبيحه وتهليله يدرعون عنه الأذاب فيرسل الله عليه حائفة من الأذاب فتأتي من رأسه فيرده القرآن فتقول والله في الليل والنهار يقرأ القرآن والله أقعب ليله ونهاره وهو يقرأ القرآن فلا مدخل لك عليه فيأتي العذاب من بين يديه فترده الصدقات والصلوات تقول عنك والله مرتاح إلا الآن في قبره حتى وضوءه تدافع عنه في قبره فماذا أعددنا للانسحان ماذا أعددنا للانسحان وعند الانسحان يكرم المرء يكرم المرء أو يهل ومنها أخرجهم سارة أخرى فتعاد روحه في قبره فيأتيه الملكان فيقعدانه فيقول عنك من ربك فيقول ها فيقول ها ها لا أدري لا صلى البجرة في جماعة ولا حفظ الجوارح والأركان وما قبر الله حق قدره فيقول عن من ربك فيقول ها ها لا أدري فيضربانه بمطرقة على رأسه فيخر في الأرض سبعين خريفا حتى إذا أقعق قالا له وما دينك قال ها ها لا أدري فيضربانه حتى يخر في الأرض سبعين خريفا فإذا أقعق أقعداه وشألاه ومن هو ذلك الرجل الذي بعث فيكم